طبعا زي ما احنا عارفين الفترة الاخيرة دي في الكام يوم الاخيرة دي اليوتيوب اعلنت على تطبيق منتاج مجاني بدون علامة مائية بكامل الامكانيات والمواصفات اللي ممكن تلاقيها في اي تطبيق منتاج تاني مدفوع اعلنت عليه بشكل رسمي بس للأسف في اربع دول بس تقريبا هو المتاح حتى الان في فترة تجربية لهم عشان كده عملنا فيديو النهاردة هو عن طريق التحميل تطبيق يوتيوب كريات بدون اي مشاكل بكل الممائزات المجانية الموجودة فيه بطريقة سهلة وبسيطة لو رحنا مع بعض على متجر بلي بالشكل اللي هنشوفه مع بعض ده ويبحثنا عن التطبيق يوتيوب كريات بالشكل ده مش هيظهر معانا في قامة التطبيقات ليه لانه هو محدود فقط في بعض الدول المعينة في طريقة النهاردة هعرفك ازاي تقدر تنزله منع المتجر بلي بطريقة سهلة بس ما تنساش قبل ما ندخل على الطريقة مباشرة اضغط لايت واشتريه معانا في القناة واكتب لنا اي تعليق لذيذ زيك ويلا بينا مباشرة على الشرح العملي اول نقطة معانا في فيديو النهاردة هضغط على الرابط الموجود في اول تعليق مثبت هحولني على متجر جوجل بلي هسبت التطبيق الصغير ده عن طريق ان انا هضغط تسبيت وبعد كده هضغط على فتح التطبيق هيبه معايا بالشكل ده هفتحه هديله قبول او الموافقة او المتابعة لو ظهرت معاك القامة دي بتاعت الاعنات هضغط على علامة الاكسل اللي فوق دي هتخطاها بالشكل ده وبعد كده هضغط على علامة الكرة الارضية الموجودة في اعلى الشاشة بالشكل ده وبعد كده هاختار المملكة المتحدة بالشكل اللي احنا شايفينه ده هيبدأ يتصل معايا بعد كده هخرج هسيبها مفتوحة في خلفية الشاشة واروح على متجر بلي بالشكل اللي احنا شايفينه ده وهضغط عليه بشكل مطول وبعد كده هضغط على علامة الاستفهام او التعجب الموجودة فوق دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده هيحولني الاعدادات التطبيق هروح هنا على كلمة مكان التخزين بالشكل اللي احنا شايفينه ده هضغط عليها بعد كده هضغط على كلمة مسح البيانات وهتدي له موافق هنا وبكده انا وسحت بيانات التطبيق لو رحنا بعد كده نفتح التطبيق بالشكل اللي احنا شايفينه ده هيفتح معانا التطبيق بالشكل اللي احنا شايفينه ده لو رحنا بحثنا على تطبيق يوتيوب كريات بالشكل ده هابحث عنه وهي عملت له سيرش هيبدأ يبحث معايا وهلاقيه ظهر معايا هنا هوا زي ما احنا شايفين يوتيوب كريات لو فتحته هتبدأ تثبته بالطريقة العادية طبعا انا عشان مثبته جايع قدامي كلمة فتحها مباشر هفتح التطبيق وتعالى نستعرض مع بعض بعض المميزات الموجودة فيه سريعة كده وده يبقى افضل من التطبيقات بتاعة المنتاج العادية المجانية لانه هيبقى مجاني بشكل كامل ومعلوهوش اي علامات مائية التطبيق بتسجل عليه من خلال اي دي اميت بتاعك وجرة دخولك عليه هيطلب منك التسجيل عن طريق حساب جوجل هضغط على العلامة الزائد هنا هيعوني الستوديو عشان اجيب المشروع اللي هشتغل عليه او الفيديو اللي انا هشتغل عليه على سبيل المثال زي ما احنا شايفين لو بصينا تحت كده في الواجهة الرئيسية هلاقي كلمة الترجمة والشرح اللي هي تقدر تترجم منها الفيديوهات طبعا لسه اللغة العربية وبعض اللغات ما اضفتش لانه التطبيق ما اعلنش بشكل رسمي لحد الان في كل الدول ما بقاش متاح في كل الدول ومن هنا لو بحثنا هنا تقدر تجيب فيديو فوق الفيديو تركب فيديو فوق الفيديو ومن هنا لو طغطنا على كلمة الموسيقى هلاقي كمية موسيقى بدون حق حقوق طبعا وناش اقدر استخدمها في المنتاج بتاعي دي كانت اهم المويزات الموجودة النهاردة ولضغطنا على كلمة صوت زي ما احنا شايفين هلاقي مجموعة كبيرة من الصوتيات ولو نزلنا ضغطنا على اعلامة الفيديو هنا هلاقي هنا كلمة تنظيف الملفات الصوتية ده لو بتسجل بمايك رديق شوية يعني متواضع او الصوت في بعض الدوشة والشوشرة تقدر تغير عن طريق الزكاة الاصطناعي انك تعمل عزل الضوضاء دي فيديو النهاردة يكون انتهى ما تنساش طريقة نجحت معك تتكيب لنا تعليق بدا ولايك واشتراك اشوفكم في فيديو جديد مع السلامة